بما انك دخلت على الفيديو مش هتخسر حاجة لما تدعمنا بلايك للفيديو واشتراك في القناة وفعل زر التنبيهات علشان يوصلك كل الاخبار الجديدة من قناة مساء الاخبار اهلا بكم في قناة مساء الاخبار واهلا بكل المشاهدين والمشتركين على القناة النهاردة منزلين فيديو يعتبر الجزء الاول من مجموعة توقعات ليلة عبداللطيف اللي سمتها بالتوقعات النارية الحقيقة الفيديو مهم جدا وفيه توقعات مهمة جدا 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 لكل الدول العربية والعالم لكن قبل ما نبدأ ونخش في التوقعات ما تنسوش ان ده جزء اول وكمان تشتركوا لو لسه مشتركتوش وتفعلوا جرس التنبيهات علشان تتابعونا في الجديد اللي بينزل على القناة وايضا اه لو عجبك الفيديو ما تبخلش علينا باللايك والشير عشان يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس اول حاجة تكلمت عنها ليلة عبداللطيف هي عن فيروس كورونا وتكلمت فيه بتلات حاجات او تلات توقعات واول توقع قالت ان كورونا وضعها سينتهي تدرجيا ولكن اللي بيأثر على الموضوع انه ما ينتهيش انه بيقوى ويتحور وايضا زهور فيروسات جديدة كلها مصطنعة وبفعل فعل يعني بتقول مفيش فيروس من الفيروسات الجديدة دي او حتى كورونا يعتبر فيروس طبيعي لكن كلهم فيروسات مصطنعة وبفعل فعل تالي توقع بتقول المطمئن انه حتى مع ظهور الطاون والمالاريا والكوليرا زمان كانوا بيلاقي لها دوة فاكيد هيلقوا دوة للفيروسات دي والامراض الجديدة الموجودة في العالم وبتعتبر او بتعتبر هذا الفيروس عبارة عن تجربة او عقاب من الله بسبب انتشار الشر والفسق والفجور في العالم كله ده كان كلامها عن فيروس كورونا وبعدين بدأت تتكلم شوية عن لبنان وقالت مجموعة من التوقعات وعن الدول العربية ايضا قالت سنرى في لبنان عمليات سلب ونهب بسبب الغلاء الفاحش وايضا سنرى ان المظاهرات سترجع مرة اخرى في لبنان كما ظهرت في ترابلوس وعودة الاختيالات مستمرة ولن توقف الان وحرق وتكسير في بعض المصارف في لبنان وفي عدة مناطق لكن الجديد مش هيكون في لبنان بس لكن هيكون في اوروبا وامريكا وفي كذا دولة في العالم هنشوف حرق وتكسير في بعض المصارف او البنوك موجة من السياسيين في لبنان سنراهم او في العالم العربي وفي امريكا واوروبا هنشوفهم وراء القطبان عشان يتحسبوا حتى في مصر والعراق واليمن قالت كده بالنص وقالت الانظار والاعلام على الضحية الجنوبية اللبنانية لحدث ما تنكيس الاعلام واعلان الحداد في لبنان لحدث ما لكن لا تعرف ما هو تحديدا السبب ضجة اعلامية تطال احد القضاء البارزين وتنسحب منه الحصانة وسيكون وراء القطبان وفي حاجة مهمة جدا جدا اتكلمت عنها قالت مؤمرة خارجية وبمساعدة داخلية بتطال احد الرئاساء في الدولة العربية او الاجنبية لكن هي ركزت اكتر ان الموضوع هيحصل في دولة عربية تقارب مصري قطري كما حكت قبل كده في المرحلة القادمة والعلاقات بترجع لطبيعتها بين مصر وقطر وسنرى انجاز قادر من شعبة المعلومات اللبنانية بيصدم الجميع وسنقول هنيئا لشعبة المعلومات والله يحميهم وهزة ارضية تضرب دول حد البحر المتوسط وتسبب حالة من الهلع والخوف عند الناس ومزيد من الاستقالات من المناصب في عدة مناطق لبنانية وغير لبنانية بتطال شخصيات سياسية وهربهم خارج البلاد وايضا طهران الشرق الاوسط بيكون حديث الاعلام والناس لشيء ايجابي ان شاء الله وطيارات جديدة حديثة لمطار ميدل است وبتتكلم ان فيه ثورة هتحصل في العالم وهتكون ثورة الاقتصاد والجوع ومظاهرات في كل العالم للأسف وقتلة وجرحة في احد مطارات العالم وستنحل قصة اليمن ومعاناتها في هذه السنة 2021 بتقول في نهاية السنة هنكون قضية اليمن انحلت وبقت احسن ان شاء الله وسنرى في احد الاماكن المقدسة بتكون مصرح للاعمال المؤسفة وفيها مشاهد قتلة وجرحة الحاجة المهمة جدا اللي قالتها وخوفتني انا شخصيا ان العالم سيشهد ظاهرة غريبة عن مشهد لحرق مئات الجسس وستنقلها شاشات التلفزيون كما في مرض التعون سابقا وسيتكرر مرة اخرى للأسف لكن لا تعرف اين او اي بلد هيحصل الموضوع ده وقالت برضو نوع من الحشرات الغريبة هيكون زي الجرات في كترته وفي ثورته وهيكون حشرات سمة وهتنتشر وهتكتاح بعض الدول لكن هي محددتش بالزبط الدول دي ان كانت دول عربية ولا دول اخرى في العالم كرسة انسانية في احدى الدول الافريقية تسبب حالة نزوح واسعة وربما تسبب الهجرة والعميد جوزيف عون سيكون حديث الاعلام والناس بسبب انجاز امني كبير في لبنان وسيكون قائد الجيش هو الامر والناهي في الفترة القادمة وسنرى ناس بتحيي الجيش اللبناني والعميد جوزيف عون خاصة الدولار يتخطى العشرة او الخمستاشر الف ليرة في لبنان في الفترة القريبة توتر بين انصار حركة امل والطيار الوطني الحر للأسف وسيكون فيه رفع عن الدعم في لبنان عن الاشياء اللي كانت بتدعمها الدولة سابقا وبتقول كمان من دمن توقعاتها العالمية تلوث مياه في بعض الدول سيؤدي الى قتلى وضحايا واصابات وفي المرحلة القادمة سنرى تقارب سعودي تركي وبقيادة ولي العهد محمد بن سلمان زي ما حصل بالزبط وعمل التقارب القطري هنشوف تقارب سعودي تركي ان شاء الله في الفترة القادمة بقيادة محمد بن سلمان ولي عهد السعودي وبكده انحنا انتهينا من الجزء الاول شكرا على مشاهداتكم للفيديو واستنونا في الجزء التاني عن توقعات لالة عبداللطيف النارية بحسب قولها ومستنية اعرف اراءكم وتعليقاتكم اسفل الفيديو عن الموضوع وما تنسوش لو انتو لسه مشتركتوش تشتركوا وتفعلوا جرس التنبيهات وايضا لو عجبكم الفيديو عملوا شير ولايك عشان يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس شكرا واشوفكم بخير ان شاء الله في حلقة جاية او فيديو جاي من قناة مساء الاخبار وزي ما احنا متعودين في كل فترة بحب اسكر اسماء المتابعين واللي بيعلقوا على الفيديوهات بتاعتنا والنهاردة هنتكلم على الناس اللي كتبت تعليقات على فيديو ليلة عبداللطيف تصعيق العرب بتلاتين توقع كنا منزلين وامبارح وحب اشكر كل الناس اللي بتشاركنا بقراءة وتعليقاتها واحنا بنقرأ كل التعليقات الحقيقة على قد ما نقدر لان في ناس كتير جدا بتكتب تعليقات في منها الايجاب وفي منها السلبي طبعا كلكم على راسي من فوق انتوا ناس محترمة وحتى الناس دي بتكتب تعليقات سلبية بتكتب بطريقة مهزبة ومحترمة وده بيدل على اصل الناس وزقهم من الناس اللي كتبت معنا في الفيديو ليلة عبداللطيف تصعيق العرب بتلاتين توقع مونة ابو النجا يزيد بزيتا ام ايمان منا محمد استاذ سابت ملوك الشخصيات نبع الامل فايزة من الجزائر ومتواجدة في روسيا حاليا حليم شفد سيرفس فديا حمود عماد الدين عامر ايط الله زوق عماد احمدي امل امل جرحي او امل جرجس معزرة رولا ايفان حياة دعم بيا من تونس سميا من تونس امل محمد محمد زرزور فاطمة حنفي نائلة من اسطنبول طبعا بتكتب لنا من زمان نائلة هي امنا ابو النجا وايضا استاذ سابت وعلي المرشدي وعلي احمد وجدان الحربي زكي رمزي نانا الشيخ عرب جمال برقوق محمد حياة حياة مانا الفرج برضو من المتابعين معنا من الاول متواجدة في امريكا وام وديع من اليمن طبعا من الناس الاوليين خالص في القناة وناديا ندا وايضا عندنا ليلة ام الليل ونرمينة عبد الكريم وحب بلا حدود ومن ضمن الناس جينا العمراني وايضا آدم سكاي وبالقاسم من تونس وعبد زغبور ومؤيد الحلبي اتمنى نكونش نسينا حد من الناس اللي كتبت فيه التوقعات ليلة عبداللطيف لان كلكم غاليين علينا وشكرا واستنونا ان شاء الله كل فترة باذن الله هنذكر اسماء الناس اللي بتكتب التعليقات كمجرد لفتة مننا ان احنا بنشكرهم على ادق رأهم على الفيديو شكرا استنونا فيديو جديد وخبر جديد على قناة مساء الاخبار